السلام عليكم ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الدجاج المحشدات طريقة سهلة وبسيطة ومميزة كمان في ثواني كده انا غسلت الفرخة ونقعها من امس يعني نقعها الخلطة العادية بتاعتنا اللي هي مية وملح وسكر المحلول بتاعنا فيها بصلة فيها فصلتوم زي ما انت حب دي بتغير ريحتها وبالتاني يوم لما بتغيري على المية دي بيبقى ريحة الفراخ رائعة ما بتبقاش فيها اي ريحة اي طبعا وانا الفصلة جلد من اللحم كمان وهنا عاملة تدبيلها هعمل بها فراخ مشوية ان شاء الله داخل الفرن يعني هتبقى بها الفراخ علشان الفراخ تبقى واخد طعم المشوي وفي نفس الوقت محشي كده بنشر في الفراخة بتاعتي والتدبيلة بتاعتي عبارة عن طماطم مهروسة وكمان زيت زيتون وتدبيلة الفراخ العادية بتاعتنا جنزبيل وهيل وملح وبصل بودر وتون بودر وكمان تواب الفراخ بالشكل ده وزيت زيتون طبعا بالشكل ده انا هاغلف الفرخة كلها بالتدبيلة دي وطبعا وهي في اسنق ما هي موجودة في الفرن كمان هندهم من النفس التدبيلة على الفرخة انا كده فصلة الجلد عن اللحم وهنعمل كمان الرز اللي هنحشي بيها هت ممكن تحشيها برز تحشيها بفريك اللي انت حبا انا بس هتدبيلها الاول كويس جدا عشان هي منقوعة وطبعا واخد من التدبيلة اللي كنت نعاها فيها من امس وكمان ولكن التدبيلة دي بتديها طعم زيادة كمان بالشكل ده تدبيلناها كويس ونروح نعمل الرز بتاعها ان شاء الله الرز اللي هنعملو شوية زيت زيتون هنزل فيهم ببصلة مقطع زي ما انت شايفة كده رح أحبها مفرومة ناعم براحتك طعمها حلو جدا بتبقى البصلة دي مع الرز قبل ما اللون البصلة يغمق شوية هنزل على طلب الرز لو انت حبها غمق براحتك كده البصل بيدي لون للرز حلو بسيط كده مش اللي هو الاحمر القوي بيبقى لون الجلد كده حلو وكمان بحمر فيها الرز كويس علشان الرز يطلع مفلفل وحلو وهسويه نص سوى يعني لو هو بياخد كبايتين مية هتديله كباية لو هو بياخد كباية هتديله نص كباية زي من تحبه وفضل الرز المصري عشان ما بيشربش مية كتير وبيستوه بسرعة بس هتديله تقليبة كده في الزيت بحيث يتغلف كله من الزيت وطبعا التوابل بتاعتنا زي التوابل اللي حطناها في الفراخ الاول في التادبيله هحطها مع الرز بالشكل اللي هفص ميستيكا طبعا الرز بيبقى في حتة تانية خالص لما بتحط مع الميستيكا هقلبها بس لون الرز يغير كده ويصير واخد لون حلو كده مش ان انا بحمره لأ يعني بيبقى المية راحت منه بعد الغسيل نشفت كويس يعني من المية عشان يبقى حلو كده بفلفل يعني بس كده وهنسوي نص تسوية ونحشي بي ان شاء الله يعني حط نص كمية المية اللي انا بحطها لو انا هفلفل الرز عادي كده الرز بدع ينشفها زي ما انت شايفة هنزل عليه كل فرخة بتاخد نص كباية رز الفرخة بتكون حجمها للتسوية في الفرن بالرز او مشوية او محشية بتبقى اقصى شي تجبيها كيلو ونص اقصى شيك اتنين كيلو اليوم ما يبقى انت عايزة فرخة كبيرة يبقى اتنين كيلو وكل كيلو لحمة دجاج في الفرن بياخد ساعة طبعا على نار متوسطة بعد اول نص ساعة نار عالية بعد كده بياخد ساعة معك كل كيلو دجاج تحسبيه بالكيلو كده انه هديها نص كمية المياه بتاعتي واسبها تستوي يعني لو الفرخة بتاعتك هتدخل الفرن هتاخد معاك هي كيلو ونص هتاخد معاك ساعة ونص بالشكل ده انا الفراخ بتاعتي هنا اتنين كيلو الا بالشكل ده الروز حطت له معاك سامنة بلدي لو انت حابة ما فيش مشكلة مش حابة لا اقا براحتك كده انا عاملاه اصلا بزيز زيتون فحطت معاك سامنة بلدي للطعم بس ايش اكتر طبعا وحطرت بلدي الحتة من الشوية من الدهام بتاع الفرخة اللي انا عاملاه الكفور اللي عملته له حطت منه حابة في الرز وكده حشية الرز بتاع بين الجلد ما بين اللحم وكمان الفرخة من جوه بالشكل ده تاخد معاك نص كباية يعني الفرختين بياخدوا كباية رز تمام كده هندخلها الفرن طبعا عملت لها الاعدادية علشان ما تتحرقش من تحت هندخلها الفرن اقو معاها كباية مية جوة الصينية ونسيبها هغطيها كويس او في كيس حراري طبعا هغطيها كويس بعد ما تستوي هنشيل الكيس ونسيبها تتحمر وكل شوية سأساها من الخلطة اللي انا عاملاها علشان تدي لون حلو في الاخر بالشكل ده الفرخة بتاعتها هي كده انا هكشفها ودخلها الفرن علشان اللون هيتحمر من برا ونشوفها بعد ما تتحمر شكلها ازا كده استوت معايا هي ورز بورها دي كهو والتدبيلة زي ما انت شايفة كمان هزد عليها من التدبيلة تاني وهدخلها تتحمر كويس ونشوفها بعد ما تتحمر مع بعض كده انا بغطيها تاني بالتدبيلة عشان تاخد لون حلو ونشوفها ونقدمها مع بعض ده شكل الفرخ بتاعتنا بعد ما استوت وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة دائما بتفرحني ولو لسه اول مرة تشوف القناة اتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس على كل ياسر الكل جديد اي استفسار او سؤال سبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم بإذن الله استنوا مني وصفات فيديوهات تانية موايزة دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة